أعلنت وزارة الداخلية اطلق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلولي شهر رمضان المبارك كما ضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغدائية وغير الغدائية بأسعار مخفضة وذلك بجميع أنحاء الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار المواردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية دائماً بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جداً في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل لعشرين وثلاثين واربعين في المية في بعض السلع ودايماً بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايماً بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دية إحنا عشان رفع الأعباء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد المكان ده في كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في داخل رمضان مبادرة كلنا واحد عليها حمل كبير إن توفر سلع بكميات كبيرة موجود معك في كل مكان للقوافل في الشواء في الميدين هيبقى موجود معك في القرى هتلاقي السيارات القوافل اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت ما ظلت مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي ده واجب علينا كشركة مصرية ووطنية وواجب كل الشركات إن هي تشترك في المبادرات اللي زي ري وإحنا دايماً بنحاول نوفر أعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا خصوصاً الجبن والألبان والعصاير إن شاء الله نشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكارونة ومنتجات البوكوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين فصل تنسيق لنا مع وزارة الداخلية في إن احنا نطرح السلع بتاعتنا وتحديداً منتج الفول عشان هيك عارف إن احنا داخلين على موسم رمضان وهو من أكتر الأصناف اللي بتستخدم في رمضان أقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من خمسة سنوات وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد بنقدم مثلة وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية سيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحب نطمن المصريين ونقول لهم أن البضاعة موجودة الفول موجود الرز موجود كل حاجة موجودة وكل حاجة ستقضل شهر رمضان وبعد شهر رمضان ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى ألفين وواحد وثلاثين منفذاً وست معارض رئيسية واربع واربعين معارضاً فرعياً وسبع وستين شادراً بإجمالية ألفين ومئة وثمانية واربعين منفذاً ومعارضاً رئيسياً وفرعياً وشادراً على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع المواردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال ألف وستة وعشرين منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والله على المصريين لما يحبوها بك بتلاي عزيمة وضحية أبطل والديو في الوعى كلنا واحد دايماً مع بعضنا كده وبدس ندفع والله على المصريين لما يحبوها بك بتلاي عزيمة وضحية أبطل والديو في الوعى والله هيستهون بتاريخها فوراً هيلائر رب الله على المصريين تشهد مبادرة كلنا واحد تطوراً ملحوظاً فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة عبدالله بركات التلفزيون المصري